بداعة المزمومة المنكرة يفعلها كثير من الناس الآن جاءتنا من الغرب لبس البنطولات الممزقة الأسف شيد والأنكة والشيء المزري حتى البنات تلبس بنطولات مبزقة يعني أين عقول هؤلاء الناس؟ أين عقولهم؟ سيد عبد العبر بالخطاب كان يلبس قميص في 17 رؤة تورعا وتزهدا وعزوفا يعني حطام الدنيا يعني وخوفا من الله سبحانه وتعالى مش عايز يميديو ولا اي حاجة وإحنا دوقتي نقلد الغرب ونلبس منطولات مع الطاعة عشان نقلد النصارى ونقلد الكفر ما هذا السفا يعني يعني ربالي سبحانه وتعالى يلبس هدوم مع الطاعة عشان المضاف يعني نقلد صدق الرسول صدق عزان المدوقع لتحذونا حذوة اليهود والنصارى شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جوحر وضب دخلتموه يعني لو دخلوا جوحر وضب نقول طبق جوحر وضب ده هالضب ده حيوان كريه رائحة جدا ما فيش حد يتحمل أن نخش جوحر وضب لكن رسول صدق عزان يقول لنا إننا هنبقى هنبقى زي قطيع الغنم هنبقى زي قطيع الغنم هنقلد هنقلد الغرب هنقلد الأهل الكتاب في كل شيء ويلادنا منقلدهم في الشيء الأشياء الكويس يجب أن نأخذ منهم العلم يجب أن نأخذ منهم الأشياء السيئة والبضعة هل كانت صنع من رسول الله سلام هنبقى زي قطيع سبحان الله العظيم هنقلد يفعل ذلك ويبصروا أول ده حرام شارعا ويسروا على ذلك يفعل كبيرا من الكبار لأن الناس الذين كانوا يبقى زي قطيع هنبقى زي قطيع في قرن التسعتاشر وأول قرن العشرين كانوا يبصوا هدوم مقطعة وكان مبدأهم نفعلوا ما نشاء وقته ما نشاء يعملون مثل إنسان العبلة الشيطان يجلسوا في الشوارع يشربوا الخمور ويمارسوا الزنة حرية شخصية ويبصوا هدوم مقطعة وهدوم جنس مقطعة فهذه البدعة جاءتنا من الهيبز ومن تشابه بقام الفوامين في حالة ده حالة تشبه بالفصاق الهيبز دول كان ناس في المطال الفسق يشربوا خمور وتمارسوا الزنة في الشوارع يقلد الغرب فيه والعزو بالله فأين أقول هؤلاء الشباب الذين يبصوا للأمبابس مقطعة والبطنات مقطعة يعني سبحان الله العظيم فيا ريت اللي تشاهد معني دلوقتي لو لك جار أو أخ أو صديق في الشغل أو هتعرف أي حد بتشوف بنلبس ومنطرهم مقطع قول اتتق الله ولو بنت يبقى أنكة لازم تقول لها تتتق الله سبحانه وتعالى البنت بتبين عورتها وتبتفع الكبير من أكبر الكبائر يعني بتتشبه بالغرب وتكشف عورتها أيضا لا حاولك فلا أكتب لكم تحت الفيديو الحكم الشرعي لدي البدعة المزمومة حتى يتعيض الناس لا تنسوا هذا الكلام أقول لها قول لها استخفى الله لكم تشتفعي للقرس واشرقنا رسمكم جديد تساعدون عشر سنة روية قول لها استخفى الله ترجمة نانسي قنقر